بدايةً شو هو الكورونا؟ الفيروس نوعين نوع تنفس في الشرق الأوسط اكتشف للمرة الأولى عام 2012 بالمملكة العربية السعودية وأوقع أكتر من 800 أتيل بشر الأوسط هيدا المرض انتقل من الجمال إلى البشر أما النوع الثاني فهو تنفس حاد جداً تم تحديده عام 2003 أول إصابة سجلت بالصين عام 2002 وأكتر من 650 ضحية بالصين وهونغ كونغ وقعوا بين 2002 و2003 هيدا النوع من الكورونا انتقل من الخفافيش إلى القطط في البشر أما شو هي عوارض الكورونا؟ أولا التقيق، سعى الحاد، اضطرابات في المعدة، اسهيل، حرارة وضيق في التنفس كيف بينتقل هيدا الفيروس؟ تنتقل إلى البشر عبر الاحتكاك المباشر تنتقل في الهواء عبر السعال وخروج الفيروس من فم أو أنف أي مصاب وعبر ملمسة أشياء وصد إليها الفيروس وشو هي وسائل الوقاية؟ أولا تجنب أي ملمس للحوائنات، غسل اليدين بشكل دائم لبس كمامة طبية وتجنب أي تواصل مباشر مع شخص مصاب وطلب المساعدة الطبية عند أول إحساس بارتفاع الحرارة أو سعال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر